بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنشرح مع بعض الجزء التاني من الكمباس سيرفينج وهنا هنبتدي نتكلم على أجزاء الكمباس أو أجزاء البصلة لو جينا مبص نفس الكلام اللي احنا قلناه في الجزء اللي فات عبارة عن السيلندر كالميتال بوكس اللي هو السندوق اللي بيتحط جواه البصلة البيفوت اللي بيسبتلي البصلة وكذا زي والندل نفس الكلام اللي احنا قلناه بس أهم حاجة عندي دلوقتي هي إزاي أخذ إراية على الدايرة الأفقية أو المنقلة الأفقية لو جينا للشكل دوت هو ده اللي هيبلي هو ده الشكل اللي هيبلي من المنشور لو حضراتكم فاكرين ده اتجاه الشمال ده اتجاه نورس ده اتجاه الساوز ده اتجاه الاست ده اتجاه الوسط الزاوية دايما أنا باخدها مقاسة في اتجاه عرب الساعة فلو جينا قلنا والله عندي نقطة زي نقطة دي كده وعايزة جيب انحرافها فانا بجيب شوف الشوعة دوت كده هيقطع لي البصلة هنا في إراية رقم كام لو جينا بصينا كده من زيرو الى تلاتين هتلاقي ما قسمها ادي واحد اتنين تلاتة كل واحدة من دول بعشر درجات العشر درجات هنا قسمها الى ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بكل شرطة صغيرة من دول اتنين درجة لو جينا نبص على الإراية دي كده دول شرطتين تبدي اربعة وثلاتين درجة يبقى انحراف الضلع من O الى B هو اربعة وثلاتين درجة طيب الانحراف لو خدت نقطة Q ألاحظ ان نقطة Q ده هي قبل التلتمية بكم شرطة ادي واحد اتنين تلاتة كل شرطة من دول بكام باتنين اتنين في تلاتة بكام بستة يبقى ميتين اربعة وثلاتين درجة يبقى الإراية ايه الميتين اربعة وثلاتين درجة دي انحراف الضلع BQ عن خط الشمال يساوي ميتين اربعة وثلاتين درجة تلاحظ ان انا دايما باخد الزاوية المخاصة في اتجاع عرب الساعة مشيت اهوف مع اتجاع عرب الساعة لغاية لما خبطت في الضلع نفس الكلام بالنسبة لنقطة B انا ابتدت من خط الشمال ومشيت لغاية لما خبطت في الضلع طيب لو جي الاتجاه كده او ما قولوا الله دي 120 ودي 150 ما بين المية وعشرين والمية وخمسين ادي 30 ادي واحد اتنين تلات يبقى دي مية وتلاتين مية واربعين مية اتنين واربعين يبقى الخط ده كده يرى لي انحراف كام مية اتنين واربعين درجة الديريكشنز الديريكشنز لو جينا للديريكشن الديريكشنز نحن فعلا من بي كاية 34 درجة تعالى من كيو كانت نورس ويست النورس ايست والنورس ويست والنورس ساويست ده بنسميها باخد لانحراف الدائري ده اتقسمه الى اربع اقسام ادي الرابع الاول ادي الرابع التاني ادي الرابع التالت ادي الرابع 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 الاولاني محصور ما بين النورس واليست اهو نورس ويست الرابع التاني ما بين الساويس واليست الساويس واليست التالت من الساويس للويست الساويس للويست الرابع من النورس للويست من النورس للويست يبقى انا اقسمت ليه دوت بنسميه الانحراف الربع دائري يبني عندي نوعين من الانحراف Whole Circle Bearing و Quadrant Bearing أو Reduced Bearing Reduced Bearing لازم بحدد الربع هو محدد هل هو ناحية North East ولا North West ولا South East ولا South West لازم أحدد هو في أني ربع بالضبط ده بنسميه بالعربي ده بنسميه الانحراف الدائري وده بنسميه الانحراف المختصر إذن في الانحراف المختصر لابد من تحديد مكان الربع اللي دقع فيه الانحراف